اشتركوا في القناة التقييم التكوين تقييم التكوين الاول في المحور الثاني نشاط واحد اقرأ ثم اجب هنقرأ الفقرة ثم نجيب عن الاسئلة اخيرا جاء يوم الخميس الذي ننتظره انا واصدقائي في الفصل بشدة فهو يوم مميز يقسمنا فيه المعلم الى مجموعات ويطلب منا ان ننفذ نشاطا ترفيهيا بالفصل او الملعب وفي نهايته علينا ان ننفذ العبارة التي قالها المعلم ومن ثم يناقشنا معلمنا عن فائدة تعلمناها من ممارستنا هذا النشاط والنشاط اليوم بعنوان اهمس واكتشف في النهاية حيث يهمس المعلم بعبارة في اذن احد الطلاب وينقل الطالب ما استمع اليه الى غيره بالهمس ايضا وهكذا ننتقل في الادوار فيما بيننا يهمس كل منا للاخر حتى نصل الى اخر طالب فينا والذي يقول العبارة التي استمع اليها بصوت واضح وكانت العبارة التي همس بها المعلم فن الاستماع مهارة وابداع وانتبنت ضحك جميعا حين قيلت العبارة من اخر طالب حيث قال منا في القاع واحذروا النعناع وبعدها طلب المعلم ان ننفذ العبارة ولكن من الصعب جدا ان ننفذها فهي غير مفهومة بالنسبة لنا ومن المستحيل ان ننفذ ما لا نفهمه وبعد ان انصت المعلم لاجاباتنا بعد سؤاله المعتاد لنا ماذا تعلمتم من نشاط اليوم اختتم الحصة قائلا لكي تصل رسالتنا خالية من اخطاء قد تغير معناها فتعز علينا ولا نفهمها وعليها نسيء التصرف علينا ان ننصت جيدا لما يقال حتى نستوعبه ونتمكن من التواصل فيما بيننا فاللغة فن استماع بعد ما اسمعنا الفقرة نجيب عن الاسئلة استخرج ما يلي مضاد غامض واضح مرادف العسير الصعب مفرد قيعان قاع جمع رسالة رسائل بقى اجب عن الاسئلة التالية ما عنوان النشاط الذي نفذه المعلم مع الطلاب اهمس واكتشف في النهاية اثنين ما اهمية مهارة الاستماع لكي تصل رسالتنا خالية من اخطاء قد تغير معناها علينا ان ننصت جيدا لما يقال حتى نستوعبه ونتمكن من التواصل فيما بيننا ثلاثة لماذا لم يستطع الطلاب تنفيذ العبارة التي وصلت اليهم من الطالب الاخير لانها لم تكن مفهومة بالنسبة لهم ومن المستحيل ان ننفذ ما لا نفهمه نشاط اثنين حاول التوصل لمعنى كلمة عزة من خلال فهمك السياق ألف عز الماء في المناطق الصحراوية عز معناها قلة ونظر باء عز الضعيف بعد ضعف وانكسار قوية عز علي فراق اصدقائي بعد انتهاء العام الدراسي صعوبة وشقة نشاط تضع خطا تحت كل اسم من الاسماء الخمسة ثم اذكر موقعه وعلامته ألف رسمت زا الوجه الجميل فين الاسم من الاسماء الخمسة زا الموقع رسمت ورسم فعل ماضي والتأتاء الفاعل وزا مفعول به يبقى مفعول به والعلامة الألف لان الاسماء الخمسة بتنصب بالألف باء تنقل ابوك بين قرى مصر تنقل فعل ماضي من الذي تنقل ابوك يبقى ابوك اسم من الاسماء الخمسة وموقعه فاعل مرفوع بالواو جيم لا ترفع صوتك على حميكة على حرف جر حميكة اسم مجرور الموقع اسم مجرور والعلامة الياه دال فوك طيب الرائحة الاسم فوك كان بداية الجملة يبقى الموقع مبتدأ والعلامة الواو ها احترم أخاك الكبير احترم أنت ضمير مستثر أخاك يبقى أخاك اسم من الاسماء الخمسة الموقع مفعول به والعلامة الألف مشط أربع ضع خطا تحت الخبر واذكر نوعه ألف الوفاء صفة يحبها الناس الوفاء ده مبتدأ أي مبتدأ لي خبر يترى أخذ صفة ولا يحبها الناس ولا صفة أن يحبها الناس أولا الوفاء مبتدأ علشان أعرف الخبر أسأل المبتدأ ماله فالوفاء ماله صفة يحبها الناس حتى لو يحبها الناس كملت المعنى فالبداية كانت صفة يترى صفة اسم ولا فعل اسم فيها ضمير متصل لا يبقى الوفاء صفة يبقى صفة هي الخبر فقط نوع الخبر مفرد باء الحاسوب جهاز متطور الخبر جهاز نوع الخبر مفرد جيم الأشجار أغصانها مرتفعة الأشجار مالها أغصانها بداية الإجابة كانت أغصانها وأغصانها فيها ضمير متصل يبقى أغصانها مرتفعة نوع الخبر جملة إسمية دال المثابرة هي أساس النجاح هي أساس هي ضمير رابط منفصل نوع الخبر جملة إسمية نشاط خمسة أكمل بالخبر المطلوب بين القوسين السماء عايزين نضع خبر جملة إسمية لونها أزرق باء الأم عايزين نضع خبر مفرد الأم عظيمة جيم الصدق نضع خبر مفرد ممكن تقول الصدق من جاه الصدق جميل وهكذا نشاط ستحول الخبر المفرد إلى خبر جميل جملة إسمية ألف الطلاب نشيطون 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 خبر مفرد كلمة واحدة فقط عايزين نحولها جملة إسمية هنقول إيه؟ الطلاب نشاطهم رائع باء الغرف منسقة الغرف تنسيقها جميل جيم الهواء شديد الهواء شدته تضر الزرع دال الصديقان مكلصان الصديقان إخلاصهما كبير نشاط سبع السرد الوصفي اكتب نص سرد وصفي لصديقك عن الأسبوع الماضي بالمدرسة وذلك لغيابه بسبب مرضيه هنستخدم تعبيرات حسية ومجزية وجملة اكتتاحية وجملة ختمية يلا مع بعض صديقي الغالي أتمنى أن تكون قد تعفيت من مرضك اشتقت إليك كثيرا لغيابك الأسبوع الماضي فقد كان أسبوعا مليئا بالأحداث سأحكي لك عنه بالتفصيل يوم الأحد في الفسحة لعبنا مباراة مثيرة وممتعة كدنا نطير من الفرحة عندما فزنا فيها على فريق الصف الخامس بهدفين أما في يوم الاثنين قدمت عرضي عن الطاقة الشمسية وفوائدها في حسة العلوم تحدثت بسقة ووضوح ونال عرضي إعجاب المعلم وفي يوم السلساء ذهبنا في رحلة إلى المتحث شعرت كأنني في بحر عميق يخفي في أعماقه كنوزا وأسرارا كان المكان رائعا وتعلمنا الكثير عن التاريخ والفن وفي يوم الأربعاء شاركت في مسابقة الشعر وقرأت قصيدة عن حب الوطن وحصلت بها على المركز الأول ويوم الخميس آخر أيام من الأسبوع كان يوما هادئا ومريحا كان أسبوعا مميزا وجميلا لكن ينقصه صوتك وابتسامتك ومرافقتك أتطلع إلى رؤيتك في الأسبوع القادم بنهاية النشاط السابع بكذا نكون انتهينا من حل التقييم التكوين بالكامل انتظروني في الدرس القادم